أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مصر تابعت بمزيد من الاهتمام نتائج الانتخابات الرئاسية بدولة سيراليون الشقيقة التي أصفرت عن فوز الرئيس جوليوس مادا بايو بفترة رئاسية ثانية وفي هذا الصدد أكد المتحدث الرئاسي أن مصر تتقدم بالتهنئة لرئيس سيراليون على إعادة انتخابه رئيسا لدولة سيراليون في أعقاب عملية انتخابية عكست مدى الواعي الذي يتحلى به الشعب السيراليوني الشقيق وتؤكد مساندتها لسيادته في استمرار العمل على تحقيق تطلعات وأمال الشعب السيراليوني وفي ضوء عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر وسيراليون قال المتحدث الرئاسي أن مصر تتطلع في هذا الصدد للتنصيق خلال الفترة المقبلة بشأن كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك لبلدين لدفع ما صار العلاقات الثنائية قدما في مختلف المجالات